هذا وشدد وزير الخارجية خلال مشاركته في ملتقى دافوس على أن داعش لم ينتهي بعد مؤكداً وجود مخاوف لدى العراق من انتشاره في مناطق شرق الفرات داعش لم ينتهي بعد ولازال خطره موجوداً بالقرب من حدودنا داخل الأراضي السورية في مناطق شرق الفرات ولهذا فإن سوريا مهمة بالنسبة لنا جداً يجب القضاء على بقايا التنظيم في هذه المناطق نخشى أيضاً أن يتم نقل عناصر داعش من هذه المناطق إلى مناطق أخرى وهم حيثما نقلوا سواء إلى ليبيا أو أي مكان آخر فسينشرون الخراب والدمار ويستمرون في تشكيل خطر علينا